كل ما عبد من دون الله فهو في جهنم يعني من الجمادات ومن الأحياء الذين يرضون إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلاها وقد جاء في الصحيح ما يؤيد هذا المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الناس في أرض المحشر وأنه يقال للناس من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد الكواكب الكواكب ويصار بهم إلى النار هم ومن يعبدونهم دون من كان من أهل التوحيد فهؤلاء المستثنون بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون حيث إن المشركين قالوا إن موسى إن عيسى وأمه قد عبد من دون الله فقال الله تعالى مبينا استثناء هؤلاء إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحسنون الفزع الأكبر إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا مما أعده لأوليائه وعباده ترجمة نانسي قنقر